أيها الأفاضل من الذين شرفوا مؤتمرنا هذا بالحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فندعوه مشكورا لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم بكل الخير السيدات والسادة من دواعي سروري أن أكون هنا اليوم معكم في هذا المؤتمر المهم عن الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي لا سيما وأنه بدعوة من سعادة الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد وعلى رأسه معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المجلس العلم الأعلى للجامعة تلك الجامعة التي استطاعت أن تخطو خطوات متسارعة في أعوام قليلة لتصبح علامة في مفهوم أن تقوم الجامعة على خدمة المجتمع وخدمة الإنسانية فالعلم ليس من أجل العلم وإنما العلم هو من أجل الناس من أجل المجتمع من أجل الدولة الوطنية من أجل الإنسانية كلها السادة الحضور في عصر عجزت فيه المشاريع الفلسفية العربية عن إحداث تأسير حقيقي واستنفدت جهودها في البحث عن فلسفة النظرية ترى شروقا من الغرب أحيانا وترى ظلاما من الغرب أحيانا أخرى أو توفيقا بين غرب وشرق أحيانا ثالثا واحتارت بين التراث والمعاصرة فلم تستعد التراث ولم تعيش المعاصرة أصبحت الحاجة ماسة إلى فلسفة للفعل فلسفة للأخلاق فلسفة للتقدم إن فلسفات الأخلاق لم تقدم لنا حتى الآن توضيحا للوسائل والآليات العملية التي يمكن أن تساعدنا لتحقيق الخير والتي يمكن أن تساعد الإنسان العربي على صناعة مجتمع متقدم ولم توضح فلسفات الأخلاق التقليدية حتى الآن الشروط الأولية لأخلاق التقدم أي الشروط التي لا بد من توافرها والتي بدونها لا يمكن ممارسة أخلاقيات التقدم وفضلا عن هذا وهذه نقطة أحسبها مهمة فإن الفلسفات الأخلاق التقليدية لم تقدم الضمانات الدنيوية التي تكفل تطابق الفضيلة والسعادة أي لم تضمن أن يكون الفضلاء سعداء ولا تضمن أن يكون الأشرار تعساء في هذه الحياة الدنيا في هذه الصراع الإشكالية النقطة الجوهر هو كيف أن يكون الفضلاء سعداء والأشرار تعساء في هذه الدنيا وليس في الآخرة وحدها ومن جهة أخرى انحرف المتحدثون باسم الدين عن طبيعته الأخلاقية النقية وغيبوا مقصده الكل فحولوا الدين إلى سلطة ومؤسسة وكهانة وحولوا الأخلاق الشرائع الأخلاقية للعمران إلى شرائع من أجل النصف الأسفل من الجسد وانعكست الأولويات في التعامل مع الدين مما أدى إلى ما يسميه الفيلسوف الألماني كونت بالعبادة الزائفة التي تسعى لنوال اللطف الإلهي بطرق لا علاقة لها بالفضيلة الأخلاقية لأنها تقوم على الالتزام الشكل الصوري وعلى التقوس والشعائر وحدها التي لا تتجاوز دائرة الحركة الجسمية إلى دائرة ارتقاء الروح ولا شك أن أخلاق التقدم تعارض الدين المزيف لكنها لا تعارض الدين النقي حيث أن الخلاص في الدين المزيف يتم من خلال التقوس والشعائر والشكل وحده وليس من خلال الالتزام الخلقي وتكمن أهمية الدين النقي فأنه يقدم لنا الأمل في أن جهودنا النازعة إلى إقامة ملكوت العدالة والسعادة لن يضيع عبسا بيدما تكمن أهمية علم الأخلاق الفلسفي بالنسبة للدين في أنه يساهم في تنقية الدين من التفسيرات المجوهة التي يقدمها أهل الكهنوت كما يساهم في إعادة التأكيد على الوظيفة الأخلاقية للدين وأن العبادة الحق تكمن في السلوك الأخلاقي السادة الحضور إننا بحاجة إلى مدونة سلوكية يتوفر فيها الحد الأدنى المشترك بين الإنسانيات كلها أو نواة الأخلاق التقدمية السادة الحضور ليست أخلاق التقدم أيديولوجيا جديدة ولا تنشد جعل الأخلاق الدينية أمرا سانويا أي أنها ليست بديلا للقرآن ولا للطوراة ولا لموعزة الجبل ولا للبهاجبات جيتة الهندوسية ولا مأسورات بوزة أو ترانيم زرادست إنها ليست بديلا لكل هذا ولكنها تسحبنا نحو المشترك الإنساني لكي نصل إلى الحد الأدنى المشترك لا أريد أن أحدثكم كثيرا عن العلاقة بين الأخلاق والتقدم ولكن أريد أن أقف عند نقطة أحسبها أيضا مهمة البعض يظن أن المجتمعات الشرقية لديها أخلاق بينما المجتمعات الغربية ليست لديها أخلاق هذه أجذوبة فإن المجتمعات المتقدمة مع أنها لا تتمتع بالكمال الأخلاقي بل أحيانا ترتكب فواحش أخلاقية مثل الاستعمار لكنها لم تتقدم إلا بفضل التزامها النسبي ببعض الأخلاق أو ببعض المبادئ الأخلاقية مثل الشفافية والمساواة والعدالة والبيئة التنافسية العادلة ومبدأ النشاط والجهد ومبدأ لكل حسب عمله وليس بصحيح الزعم بأن بعض أمم الشرق المتخلفة أكثر أخلاقية من الأمم المتقدمة ولا يقول بهذا إلا مغالط أو مخادع إن الوساطة والشفاعة والضرب تحت الحزام وعدم تكافؤ الفرص وعدم السبات سلم الترقي وغيرها من الأخلاقيات المضادة للتقدم أكثر انتشارا بين الأمم المتخلفة كان بودي أن أحدثكم بالتفصيل عن الشروط الأولية لأخلاقيات التقدم كان بودي أن أحدثكم عن الحد الأدنى وطبيعته عن مكنتاير ورورتي وفوكوه وبوبنر وفليش وليوتارد ووولزر وكونج كان بودي أن أحدثكم عن منهج تحديد أخلاق التقدم وعن مبادئ أخلاق التقدم بالتفصيل كان بودي أن أحدثكم عن أشياء كثيرة ولكني أظن أنكم ستكونون أسعد بأن أكون مختصرا وهنا أصل إلى النقطة الأخيرة وهي الإرادة المتسقة مع ذاتها بدون فزلكة أقول إن جماع أخلاق التقدم بل كل أخلاق هو مبدأ بسيط يجب أن تكون إرادتك متصقة مع ذاتها هذا هو المبدأ الرئيس بين كل الأديان بين كل الفلسفات بين كل البشر يجب أن تكون إرادتك متصقة مع نفسها هذه هي القاعدة الذهبية التي اتفقت عليها كل الأديان والفلسفات رغم الإختلافات الكبيرة بينها عقائديا وشرائعيا هذا المبدأ ببساطة يجب أن تكون إرادتك متصقة مع نفسها ببساطة هو عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس وهذا بعض تجليات هذا المبدأ ماذا يقول كونفشيوس يقول الشيء الذي لا تريده لنفسك لا تفعله لشخص آخر وفي الجينية على البشر أن يعاملوا الخلق في العالم كما يريدونهم أن يعاملوا وفي البوزية المكان الذي لا أشعر فيه بالفرح والبهجة سيكون كذلك بالنسبة له وكيف أجبر شخصا على العيش في مكان لا أشعر فيه أنا بالسعادة وفي الهندوسية لا يجب على الفرد أن يتصرف تجاه الآخرين بالشكل الذي يسيئه هو وقال رابي هليل في مبحث السبت في التلمود لا تفعل للآخرين الذي لا تريدهم يفعلونه معك وقال المسيح الذي تريد الناس أن يفعلوه معك افعله معهم وقال محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي ترجمة كل هذا فلسفيا فيما قاله قانت اعمل كما لو كنت تريد أن تقيم الحكم الصادر عن فعلك قانونا كليا للطبيعة والمبدأ الثاني أو بصيغة ثانية اعمل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي أي شخص آخر كغاية وليس كوسيلة وفي صيغة ثالثة اعمل كما لو كنت مشرع القانون وذلك حتى لا تتناقب مع نفسك فينبغي أن تكون الإرادة متسقة مع نفسها وبقدر حدوث هذا التناقض في أي مجتمع من المجتمعات يكون قدر تخلف هذا المجتمع السادة الحضور إذن معنى أن تكون الإرادة متسقة مع نفسها ببساطة هو أن لا تتناقب مع نفسها الإرادة المتناقضة هي التي تعطي لنفسها حقا بينما تمنعه من الآخرين وتسوغ لنفسها فعلا بينما تحرمه على سائر الناس مثلا تبيح لنفسها الغش لكنها تحرم الغش على الآخرين تبرر لنفسها الإهمال لكنها تحرم الإهمال على الآخرين تمتنع من مساعدة المحتاج بينما هي إن احتاجت تطلب المساعدة أن تستغل الآخرين بينما تحرم عليهم استغلالها أو بعبارة بسيطة أن ترضى لنفسها ما لا ترضى للآخرين السادة الحضور أليست هذه الإرادة المتناقضة هي سر التخلف في كل قصة تخلفنا أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر